وإحنا مشينا لغاية ما وصلنا إلى الملف السادس أو ملف السعادة وشفنا إن إزاي السعادة حقيقة وإزاي إن السعادة كمان بتكون في الطريق وإن إزاي السعادة كمان بندوق حلوتها طول ما إحنا بنعيش وبنتعرض ليها والنهاردة كان عندنا معنايين أخذناهم من الجزئين الآخرين الجزء 29 جزء 30 من القرآن الكريم وأخذنا وتكلمنا على إن المعنى الأولاني وإن السعادة متجددة بتتجدد ومتنتهيش لله سبحانه وتعالى قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فالسعادة متجددة ولا تتوقف وكمان كمنا بالمعنى الأخير المعنى الخامس وهو معنى إن السعادة باب واسع باب لذوق وسع الله سبحانه وتعالى وعشان كده عشان نقدر نوصل لده قلنا شوية إجراءات تعالوا نأكد عليها وإن السعادة بتتجدد علينا وبتفتح لنا باب لرؤية وسع الله لما نعمل شوية الإجراءات دي أول حاجة أول ما تيجي لك أو ما يجي لك حزن أو يأس ما تقعدش اعمل أقرب عمل إلى قلبك واذكر وساعد حد ويتفقد الناس دي كلها أمثلة للأعمال القريبة صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي فتح على وجهي الكريم كنز رمضان وكنز ليلة القدر وكل الكنوز اللي احنا بنعيش بيها دي الحمد لله على نعمة رسول الله وكفى بها نعمة ولما تعمل كده لما ما تصدقش وجعك ولما تصدقش اليأس ده وتعمل أقرب عمل أقرب عمل لقلبك تعيش في جمال ايه هالجزاء والإحسان إلا الإحسان الإجراءات التانية اللي انت من خلاله هتحس بأن السعادة متجددة وأن هي باب للوسع أنك تبطل الأحكام على الناس لأن الأحكام على الناس دي نضارة سودة بتمنعك من أنه أنت تشوف الخير اللي في الناس والجمال اللي فيهم وتشوف كمان كل الحاجات اللي ربنا سبحانه تعالى بينعم عليك فيها وخلق الكائن اجتماعي ممكن ترى كل الجمال ده الحاجة التالتة وهي المهمة وعنقول فيها شوية التفاصيل أنك لا تتوقف أبدا عن عمل استمر لأن الاستمرار في السعي يجعل الأمل دايما ينبت في قلبك ويوريك ساعة الحياة وعشان تدوق الساعة دي اللي هي ساعة الحياة وساعة السعادة في كل نعمة ربنا سبحانه تعالى بيعدع عليك تعالى نشوف الإجراءات دي كمان اللي بتخليك تحس بالساعة وإزاي السعادة كمان بتفتح لك باب على ساعة الله سبحانه تعالى فتعيش في حضرة الواسع يتجلى عليك الواسع سبحانه تعالى خلي عندك ديوان اسمه ديوان المحبة دون فيه كل الزكريات الجميلة لأن ربنا أنعم عليك بنعم يا ما ربنا نجانا من مشكلات يا ما ربنا سبحانه تعالى رزقنا بغير حساب وساعتها الديوان دوتا هيبقى مكتوب على دفته كده على أول ورقة فيه مكتوب عليه وأذكرهم بأيام الله الأيام الجميلة اللي كانت بينك وبين الله بعد كمان الإجراءة التانية اللي خليك تحس بإن السعادة باب للوسع تعيش فيه في وسع الله تأمل في نعمة مكررة أنت شايفها نعمة مكررة زي نعمة النظر زي نعمة الكلام زي نعمة أن أنت لك أولاد لك أهل لك أصحاب كل دي نعم أنت شايفها مكررة انظر فيها وانظر في تتعياتها يا عملت ايه في حياتك وخليتك ازاي سعيد وبدونها كانت ممكن يحصل لك ايه وحياتك ازاي تكون كرب وتكلم مع الله عن هذه النعم اجلس في مونجاة واجلس في خلوة مع الله ومش بس تشكر ربنا عن هذه النعمة ولكن كلمه على قد ايه هو انت شاعر بحبه لك انه جعل النعمة دي دائمة عندك ومستمر تالت حاجة انه كل يوم انك تعمل ذكرى جديدة سعيدة مع حد من أحبابك وحد كمان تدخل عليه السرور وعشان كده انا بختم الإجراءات دي وقولك إياك تصدق كدب الوجع والألم ان الحياة بتموت وان الفرح اتخنق وان السعادة تعجز لما الزمان بيفوت وان الزمان والشكالح مليان سواد والهم فيه مكبوت كل الأكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما ييجي الصبح ومعاه طبق القوت كل يوم الصبح ييجي وياه شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره فوق قلوب المحتاجين تطرح منح بالصبح يا صاحبي مش مجرد نور بالصبح باب جديد للحياة وتفتح يا رب جعلنا من السعدة دايما وجعلنا من أهل السعادة الدائمة وجعل القرآن دايما ربيع قلوبنا وشوف حتى في الدعاء بنور ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا يعني حياة جديدة ونور وجمال وسعادة ترجمة نانسي قنقر